يعني أنا كنت بتفرج برك كواليس على ما بتتكلم على محمد صلاح شوف المنظر عامل ازاي شوف عضلات محمد صلاح شكله جسمه عامل ازاي هو ده محمد صلاح هو ده اللي عايز يكمل إنما أنت فيه لعيب أقول له يا جماعة اشتهل على نفسك خش الجيم خش أنا كنت مع الحراس المرمى بتوعي كنت أقول لهم كل يوم تنزل الجيم كل يوم تنزل الجيم شوف المنظر عامل ازاي ماشا الله حاجة رهيبة جدا وده المنظر ده كانوا بيقولهن الناس اللي شغالة يعني مدير المهمات بتاعنا علاء علاء سعيد كان بيقولي كان محمد صلاح يجي يحط الشنطة وينزل على الجيم على طول هو ده اللي عايز بقى رقم واحد في انجلترا ورقم واحد في العالم ورقم واحد في مصر هو ده ده المنظر ده المنظر اللي احنا عايزين نقول للعيب بتاعك أنك انت لازم تشتغل على نفسك أنا فيه لعيبة بقالها سنتين معانا لغات النهار ده مالهمش مفيش عضلة في جسمه محترامي موجودين ولازم تشتغل على نفسك ما بيشتغلش احنا نعمل ايه وده يمكن انت احسن يعني ان احنا اخترناهم دول من احسن الناس موجودة في سنهم مش عايز اوجزم من دول احسن ناس فيه ناس اكيد برضو كويسين بس احسن الناس دول احسن الناس اللي موجودين في منتخب الشباب بصراحة كابتن يهاب وانا لا اتحدث هنا ان انت كان دول زميلك او كنت بتشتغل معهم بالفترة المضاية انا بقول راجل مدرب كبير بيتكلم عن مستقبل الكرة المصرية لعبين دول يفيدوا الكرة المصرية في المستقبل المفروض يفيدوهم المفروض يفيدوهم بس من المظر احنا شوف ماذا ده هيبقى الموضوع صعب شوية موضوع صعب فيه منهم يعني لعيبة ممكن تكمل يعني فيه منهم لعيبة ممكن تكمل كم واحد من دول كلهم ممكن 3 ا4 العيدة بالكتير بالكتير عشان حسيت برضو انت عايزت يعني بتقول رقم كبير لا انا شوفت الناس اللي مركزة الناس اللي عايزة تبقى حاجة الناس اللي بعد المباراة بقعدت تعايت مش تمثيل بعياته بحرقة لانهم كانوا نفسهم يكملوا فيه ناس منهم اكيد لعيبة كويسة اكيد منهم ناس تكمل بس انا قلت لهم قبل كده قلنا لهم كجاز فني يا جماعة لازم تركز عشان انت والراجل فيتوريا جيه واتكلم معاهم قال لهم انتو لما هتوصلوا في كاس عالم 26 هيكون عندك 23 سنة 24 سنة يعني انت اللي هتلعب معنا انت اللي هتلعب في كاس العالم ده انت فين من نفسك انت انت كلعيب انت بتفكر في ايه يعني بتفكر في ايه انت لازم تركز طول حياتك في الوقت ده انك انت توصل كاس عالم وتلعب على بطولة امم بفرقك انا حاسب احباط انت محبط يا احنا انا محبط لاني ما كنتش محبط بس محبط من الجيل اللي كان شغال معاك دوت انا مش متوقع انهم يبو كده انا انا فضلت قاعد بعد البطولة في البيت اربعة يام ما بخرجش يعني لاني وعندي صداع رهيب جدا واول مرة اخرج عشان اجيه لك والله العظيم لانك انت مش اخصادك ويسا جدا محترم ده شرف كويل لينا والله بجد